اشتركوا في القناة سنع أبي داود أول كتاب الحدود بابه إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة حدثنا عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف نصدقات الأزباد رو الله والجماعة حدثنا طلق بن غنام طلق بن غنام أبو محمد النخي الكوفي قال العجل ثقة قال أبو داود صالح ابن حازم ضعفة ابن الميلي قال ثقة ابن سعد قال كان ثقة صدوقا وادرقني واثقه وذكر ابن حبان في الثقات حدثنا عبدالسلام ابن حفص عبدالسلام ابن حفص يقال ابن مصعب القرشي نعم وقيل ابو حفص من الثقات قال ابو حازم ليس معروف وابن المديني قال ثقة حدثنا أبو حازم نعم ابو حازم ابو حازم سلم ابن دينار من الثقات الأزباد ابن الميين قال ثقة ابو حادم قال ثقة ونسيق قال ثقة نعم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه نعم عن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأخر عنده أنه زن بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها وعني ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من عباس وعبد الله بن عباس من العبدال الأربعة من السبع نفسنا عن النبي الأمين وهو صحابي من صحابي وهو ترجمان القرآن أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زن بامرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذبا والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين هذا الحديث ضعيف حديث منكر هذا الحديث منكر إقامة الحد على من أقر بالزنة وهذا قد تكلمنا فيه قبل ذلك لكن الحديث الأول أن رجلا أتاه فأقر عنده بالزنة أنه زن بامرأة سماها له يعني هنا في هذا أنه سماها له الآن الصوت كيف سماها له القر بالزنة وسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وطركه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده جلده عن إقرار لا عن بينا لأنه أقر بالزنة وقلنا قبل ذلك أن الإقرار لا يشترث فيه أن يتكرر أربعا وهذا بيناه في أكثر من مرة بينا ذلك في أكثر من مرة بينا ذلك وقلنا حديث ماعز ليس فيه دلالة على الشرطية حديث ماعز ليس فيه دلالة على الشرطية لكن كان واقع الحال أنه أقر بالزنة فجلده الحد وهذه معناها أنه أنه كان بكرا لم يكن محصنا وإلا لو كان محصنا سيبا لرجم لأن النبي قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا السيب السيب الرجل من الموت قال والبكر بالبكر جلده مئة وتغرب عام وأما المرأة فبعث إليها لأن هنا بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الآن هنا في قد فهنا الآن لما تركها تركها لأنها أنكرت ولا يمكن أن يقام عليها الحد إلا إذا قام بينا والبينا بالأربعة والبينا بالأربعة أن الرجل أقر بالزنا على امرأة أربع مرات وهذا حسب ضعف كما قلنا في نكارة أقر أربع مرات فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وكان بكرا كما قلنا الجلد على البكر ثم سأله البيناء على المرأة لأنه هنا الآن وقع في أمرين زنى بقرب الزنا فهذا حكم وسمى المرأة والتسمية للمرأة وسمى المرأة فالتسمية للمرأة أوقعها في مسألة الزنا فلابد أن يأتي بالبينات بالشهود الأربعة على ذلك مات الصوت طيب الصوت أيضا لا هما سوا أهلا هما سوا هما سوا زي بعض بالزبط آه والله زي بعض الحل التجري فيهم حضرتك يعني حد يكون ثقة تاجر ماهر وما تعطيش لأي أحد أنا أنصحك يعني وإلا الآن الزمن بأسرها الآن يعني الله المستعى لابد ترين من الثقة الذي لا حطي المال أمان ماشي خايف على المال فوضعتي خايف على المال هذا أمر أنت فاهمت كيف آه لكن لكن آه لكن الفوائد لا الفوائد ما تقص انفقيها على الفقراء في الحديث الأول أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرب الزنا الحديث الأول أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقر فأقرب الزنا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه جلده وجلد النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة على أنه كان بكرا لأن النبي قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنا سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والسيب السيب الراجم حتى الموت هنا فأنكرت المرأة فجلده الحد أما المرأة فأنكرت فلا يقام عليها الحد يبقى هنا هو الآن قد سمى المرأة سمى المرأة زنى بها فهذا يعطيها القصف فكيف لا يقام عليها حد القصف قلنا هنا الآن حد القصف لأنه حق محد المرأة يحتاج إلى أن ترفع المرأة أمرها وتريد أنه يقفها وتريد الحد عليه فلم يحدث هو قال النزان ببثينة بثينة لم ترفع عليه أمره وتطالب بالحد فلذلك ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد اللي هو الجلد للفرية وأما بالنسبة الحديث الثاني هنا أنه أقر بالزنى أربع مرات وأحديث منكر فجلده وسأل المرأة البينة على المرأة فلم يأتي بها فقالت كذبه الله فجلده حد الفرية هنا المسألة هذه العلماء اختلف فيها على قد ثلاثة أنه لو قال زيد أنه زنى بهند فلعلماء يقولون يقام عليه حد الفرية القصف والبعض قال يقام عليه حد الزنى والبعض قال يقام عليه حد الزنى وحد القصف لأنه وقع في حدين هنا الآن حد الأول حد الزنى ولأنه وقر على نفسي أربع مرات فيقام عليه الحد ويقام عليه حد الفرية أيضا الفرية هنا اللي هو القصف يقام عليه والحق أن يعني قيام عليه لا يكون إلا بعد بعد رفع الأمر اللي هو لي الأمر من من المغزوف وحديث أنه سأل عن البينة فهذا حديث لم يصح هذا الحديث لم يصح ولأن كلامه على أنه زنى سمى من زنى به ما يقصد قصفا يقصد وصف حاله أنه زنى لذلك يقام عليه حد بأنه جلده إذن خلاصة المسألة بأنه لو زنى وأقر على نفسه يقام عليه حد الزنى فلو اعترف على امرأة بعينها قد يكون ذلك قصفا فنقول إن رفعت أمرها لإقامة الحد لأنه حق محضر الأدمي إن رفعت أمرها لإقامة الحد يقام عليه الحد أيضا حد الفرياء حد القصف وإن لم ترفع فلا شيء في الأمر يقام عليه حد الزنى فقط وإن كان الجماهير يرون أنه إن جاء معترفا بالزنى وقد سمى من زنى بها فإنه لا يقام عليه إلا حد الزنى لا يقام عليه إلا حد الزنى هذا ذهب إليه الجماهير فلذلك العمى الثلاثة الإمام الشفعي الإمام مالك وجماهير المحدثين على أنه يقام عليه حد الزنى للقصف أما أبو حنيفة ومعه الأوزاعي قال يحد للقصف فقط دون الزنى لما قالوا لما أنكرت أنه زنى بها صارت شبهة فيضرأ بها الحد لكن الحق أن أن الإقرار يأخذ به صاحبه بأنه لا يبطل به الإقرار يوجه عند قول الشفعي وهو قول محمد بن حسن شاباني بأنه يقام عليه الحدين يقام عليه حد الزنى وحد القصف وهذا إن قلنا صح الحديث فإنه هو الحق الموافق للأصول لأنه وقع في حد الزنى وأقر بذلك ووقع في حد القصف عندما سمى المرأة التي زنى زنى بها فيبقى إذن من حقه أن يقام عليه الحد الأول حد الزنى بإقراره والحد الثاني أنه وقذف ولم يأتي بأربعة شهود لكن الحديث ضعيف ولذلك المنذري قال أخرج النسائي وقال حديثه منكر وهذه أعله الإمام النسائي وقال حديثه منكر وفي إسناده القاصب النفياض الأنباري الصنعاني فهو ضعيف باتفاق قال ابن حبان بطل الاحتجاج به بطل الاحتجاج به إذن خلاصة في ذلك أنه يقام عليه حد الزنى والإخلاف في حد القصف في هذا بالفؤاد المصبطة أقوى البينات الإقرار أقوى البينات الإقرار تناطي الحدود بالبينات تناطي الحدود بالبينات قذفها فلما أنكرت سقط عن الحد وحده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر